حدثنا سفيان بن عويينة حدثنا الزهري عن عبدالله بن عبيد الله بن ثعلبة عن عبدالرحمن بن يزيد قال سمعت مجمع ابن جرية ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال يقتله ابن مريم ببابل الدن حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث يعني ابن سعد قال حدثنا ابن شيهاب انه سمع عبيد الله بن ثعلبة الانصارية يحدث عن عبدالرحمن بن يزيد الانصاري من بني عمر بن عوف يقول سمعت عمي مجمع ابن جرية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم المسيح الدجال ببابل الدن حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن ثعلبة عن عبدالرحمن بن يزيد عن عمه مجمع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم المسيح الدجال ببابل الدن حدثنا عبدالرزاق اخبران معمر عن الزهري عن عبدالله بن عبيد الله بن ثعلبة الانصاري عن عبدالرحمن بن يزيد عن مجمع ابن جرية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال ببابل الدن حدثنا مجمع ابن يعقوب قال سمعت ابي يقول عن عمه عبدالرحمن بن يزيد عن عمه مجمع ابن جارية الانصاري وكان احد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها فاذا الناس ينفرون الاباعر فقال الناس بعضهم لبعض ما للناس قالوا اوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نجف حتى وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحللته عند كراع الغميم واجتمع الناس اليه فقرأ عليهم ان فتحنا لاك فتحا مبينا فقال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رسول الله وفتح هو قال اي والذي نفس محمد بيده انه لا فتح فقسمت خيبر على اهل الحديبية الحديبية لم يدخل معهم فيها احدا الا من شهد الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما وكان الجيش الفا وخمسة مائة فيهم ثلاثمائة فارس فاعطى الفارس سهمين واعطى الراجل سهما اشتركوا في القناة